اشتركوا في القناة بلا حكايات هذي وبلا وراق هذه تعبوها اخر مرة ولت مواجهات مع الحاكم ومواحدات الناس طالب الخبزة ولت تلقى رواحها ما في مواجهات مع الحاكم ومشي مشكلتنا نحن في حاكم مشكلتنا في خبزة رأو امس ثم استدولنا الجلسة على اساس نحن بعثينينا نهارات مرسلة مشينا للجلسة باش نتفاوضوا وشوفوا المطالب متاعنا نحن دي جرس لناهم بعثنا لهم فاكس في المطالب متاعنا قبل امس صارت جلسة ممثلين على عمال منجوا في قصفات المكنيسي مشينا عربة من الناس ومعنا الاتحاد الجيه والشغل بيستيبوزيد مشينا للجلسة عنا مطالب هم يعرفوها المطالب متاعنا مشينا عامس باش نشوفوا نتفاوضوا في المطالب يعطونا مطالبنا ولا لا وصلنا للجلسة ثم من ضمن معناها المطالب متاعنا نحن طالبين الادماج صلب شريكة قصفات قفصة للأسف المفاوضات اللي تمت في وزارة الطاقة في زوز مناسبات ما قلتش في مستوى انتظاراتنا ولا في مستوى انتظارات المحتجين لانتقينا مع السيد وزير الطاقة في مناسبة أولى أنا وزميلي أحد النواب منجوا في سيدي بوزيد حاولنا ندفع في اتجاه نزع فتيل الأزمة وفي اتجاه احتوال الأزمة عبر احتوار وكان مطلبنا بسيط جدا هو أنت في وزارة الطاقة اليوم لتعهدات السابقة عنا أكثر من محضر اتفاق فيه اعتراف لهؤلاء بحقا في الشغل للأسف لاحظنا أن الوزير يتعاطى مع الموضوع وكأنه انتلقى اليوم والحال أن الموضوع هذا تداعياته وأسبابه تعود إلى حتى ما قبل الثورة نحن شاركنا في مناظرة عام 2013 عام 2013 نحكو على ثمانية سنة التالي في 2016 طلعت نتائج المفيد من نتيجة لنتيجة شركة فصفات قفصة عينة مكتب دراسات النتيجة لو لا والنتيجة النهائية هبطوا على السيت هذي قبلوا الخدامة احنا قمنا باعتصام في الماكنيسي الاعتصامة ذاكا جابلنا هالجلسات مع السيد الوزير وبتحركات من السيد الوالي وبتحركات من الاتحاد العام التونسي للشغل حضرنا ثلاثة جلسات وما صارش حتى شيء الدخل وامس زاد النواب الجيها كل الدخل وقبلنا نحن في الجلسة وبرامو حتى النواب روا عندهم الحديث هذي يعنو ما صارش حتى شيء في الجلسة ما ثمش معناها الوزير مشوا ما يديدوا للتعاون وباش يرسم العباد هو ديجال الوزير اامس موجود وما قعدش معانا نحن قعد في بيرويه من مستشار متاعا وكل مرة يزلوا رامل اولاد طالبين كذا رامل الاتحاد طالب كذا ويرجع لنا وروحنا على رواحنا أما نشوف المثلة في علاقة ببعض اللوبيات المرتبطة بسي بي جي شركة فصفات قفسة يبدو أن بعض الأطراف ما تحبش المشروع هذا ينطلق وثم صدا لهؤلاء لدى الوزارة وهذا خلى الوزير اليوم يتحدث على غياب الجدوى وعلى صعوبة في استخراج الفصفات وهو كلام غريب ما سمعناه شو قبل لأنه إذا كان ثم صعوبات فنية وتقنية ومتصلة بالجدوى الدولة ما تدخلش في مشروع وتصرف عليه أكثر من 170 مليار بش يجيه اليوم وزير ويتنكر لكل هذا ويقول له ثم صعوبات المنجم المنجم استغلوه الجدود واستغلته شركة إيطالية معناها يمكن الحدود 22 سنة حكم كانت المعدات بيدائية وكان الانتاج ضعيف وكانت اليد عامة ناقصة وكانت كانوا يخدموا فيه ناس من ليبيا ومن القطر العربي كامل كيد عاملة تخلت عليه فرنسا في 1934 تخلت عليه تخلت عليه فرنطابل جاء الاستقلال وبدأت المعركة وبدأت الثورة وقتها وبدأت تحرير البلاد تختلى برشة عوامل أخرى بقال منجم كما لقيتوه في التصوير بالضبط الدواميس موجودة لقينا معدات معنا قديمة متاع الاستعمار موجودة منطقة المكنيسي معروفة لي فيها فصفات من بكمية هائلة سبق وتم استغلاله في فتح الاستعمار ومن بعد تم إهمال منجم هذا الفصفات ضو جودة عالية إضاحة للفصفات المغربي ثم مجموعة من الوحوث تمت خلال السبعينة والثمانينات تأكد على وجود كميات كبيرة على كل السلطة مشيت في اتجاه أن تستوعب طلبات البطالة هذه في علاقة ببعث مشروع لمنجم الفصفات بمنطقة مكنيسي هذي قادر البلاسة اللي كنا فيها قادر تخدمها شيني سناء تخدمها شيني سناء وعندهم ديز يوتود دي رشيرش جدد نورمال مون لسيس جوا يبدو فيهم على زيادة الخير خيرين أما أربع مانات قخرين والهنا هذي الموقع هذي متاع من المنغار نسل هم جوا يحوسوا على الفصفات القوة مع الفصفات تسعين مليون تورناتا جبس معنا حاجة باه نورمال مول الدولة التونسية جدت تتحوص على الفصفات اللي قدت معها جبس بعض الثورة عملنا اعتصام في على مستوى محط محط اللواج معنا بوين موجودة ساحة الشهداء وعملنا برج تحركات لتفعيل وإحياء هذا المنجم بعثنا تحليل وبعثنا تم أخيين عاونونا مهنسين وخبراء بعثوا تحليل لفرنسا وبعثوا تحليل المنشآت العمومية في تونس مركز التحليل في تونس وانا قفتوا الفصفات هذية ذو جودة عالية وعندها مردودية كبيرة على مستوى الانتياج ودعمها كبيرة للنشاط النشاط قفصة الانتياج ضيفة قفصة كان لأمل انه بيش يدعم المنتوج العام لشيكة فصفات قفصة وينهض بالجيهة ويمتص الغضب ومشينا دي مارش بتاع ستة سنوات ولا خمسة سنوات مفاوضات متتالية تحصن على مناظرة بشدة الدولة فيه وعملت مناظرة يمكن ساعاتها كان امتصاص حالة الغضب والموجودة شهادتها من نادية المكنيسة فقالفترة ذيكا عملوا مناظرة فاتل مئة عون بيش ياخد مصلب المنجم هذا في حين انتظار معناها انتظار الأشغال المبدئية ومبعد بيش يعملوا مناظرة 300 عون وقتها كان سينو في الجمال لوزير التكوين المهني والتشغيل نحن ناس طالبا بخبزة متاع صغارها ولينا بش نهارة الثنين نحن عنا تقديم للمحكمة يعني ما نفهموش فعل الحكاية هذه بتاع المحاكم ولا حيث الجواج ماذي أصل نحن ما نفهموش فعل نحن نطالبو في الخبزة نقول واحدة نهارة الثنين تذكو وقفين قدام حاكم تحقيق ولا ما نعرفش شنين بصن الحاجة هذه اللي الدولة ملتزمتش بالاتفاقيات بتاعها الكل عنا بالوثايا بالقانون اللي إحنا أصحاب حق سياسة الهرب سياسة الهرب الأمام عايش تنفع الكل بات يعلم أنه عمال مجلس صفات المكناسي على يقين وعلى حق أنا أنا كنتشوف تحرك لصرف المكناسي من بعده بأسبوع وبعشر أيام في الكامور مع نفس الوزارة في ضوء تنكر لاتفاقات تم إبرامها سابقا ونفس الأطراف تتعاطى معها بالصيغة هذه الأزمة نشوفها ما هيش في المكناسي وما هيش في الكامور هي في مون بليزير في مقر وزارة الطاقة والمناجم لو أن الوزارة هذه أحسنت إدارة الحوار واستجابت للتعاهدات السابقة للدولة ولو برزنامة بخطة عمل أفاقها معلومة ينجم الخدامة يتفهموا أما صد صد هؤلاء وقفل باب الحوار أمامهم هذا هو ليأزم الوضع وخلاء العباد تحتاج ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة